تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عضوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم 374 على التوالي تزامنا مع ارتكاب مجازر جديدة واستنمار حرب التجويع والتعطيش استهدفت قوات الاحتلال لمحيط مسجد العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع كما استهدف الاحتلال تجمعا للفلسطينيين بمدينة غزة فضلا عن استهداف خيام تأوي نزحين في خان يونس بجنوب القطاع هذا وأعلنت السلطات الصحية بغزة قوات الاحتلال ارتكبت اربع مجازر خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية راح ضحيتها اتنان وستون شهيدا ومائتان وعشرون مصاب مشيرة الى ارتفاع عدد ضحايا العضوان في القطاع الى اتنين واربعين الفان ومائتين وتسعة وتمانين شهيدا وثمانية وتسعين الفان وستمائة واربعة وتمانين مصاب اشتركوا في القناة